لن أقول لك الأهلي بيعمل إيه بقى في مبارات الثالث والرابع منذ مشاركته الأولى في 2006 في 2006 الأهلي كان بيلعب فريق كلوب أمريكا المكسيكي وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف وطوق بالميداليا البرونزية أو الميداليا برونزية الأهلي يفوز بها في 2012 في مبارات المركز الثالث والرابع لعب مونتيري المكسيكي وخسر النادي الأهلي بهدفين دون رد وحتلنا المركز الرابع في 2020 أمام فريق بالمراس البرونزيلي فاز الأهلي برقلات الترجح بعد رحلة المبارات التعادل السلب والتواج الأهلي بالميداليا البرونزية لقاء الرابع كان في 2021 أمام الهلالي السعودي وفاز الأهلي بالربعية دون رد وتواج بالميداليا البرونزية لقاء الخامس هنا كان الموسم الماتي كان في 2022 أمام فيلمينجو البرونزيلي وخسر ال находится أربعة أهداف مقابل هدفين واحتلنا المركز الرابع إن شاء الله الميدالي الرابع تكون يوم الجمعة والجاية ناصك في النادي الأهلي ما زالنا ناصك في النادي الأهلي ألعبي النادي الأهلي عايز أقولك حاجة مهمة جدا عشان بس تهديك وتخليك فرحان بالنادي الأهلي كمشجع للكرة القدم المصرية أو متابع يعني النادي الأهلي يشارك في الكاس العالم الأندية لها أرقام عظيمة كياسية في هذه البطولة على مستوى المشاركات وعلى مستوى الوصول للدورنس في النهائي وعلى مستوى اللاعبين وأرقام كياسية بالجملة في بطولة عالمية رغم كل اللي احنا قلنا ده تمام نهاردة بيب جورديولا أعظم مدرب في العالم المدرب رقم واحد في العالم يتحدث عن النادي الأهلي بكل احترام وتقدير يقولك أنا كنت لسه موجود في مصر والجمهور بيعشاء النادي الأهلي لها جمالية عظيمة ولها قدرة نفسية كبيرة تحدث عن النادي الأهلي بكل احترام وتقدير كل حاجات دي عملها النادي الأهلي على ترقمات سنين طويلة جدا ده نجاح من النادي الأهلي يعني وسط ما احنا بننتقد ونزعل نقول ان النادي الأهلي إداريا على مر التاريخ على مستوى الأجهزة الفنية على مستوى اللاعبين كان دائما نادي رائع رائع جدا اشتركوا في القناة